موسيقى واحد من نجوم الكرة المصرية ونجوم نادي الزمالك عبر تاريخ نادي الزمالك حصد بطولات عديدة لغاية وقت قريب كان هو الأكثر حصولا على البطولات في تاريخ نادي الزمالك حتى تخطى عبدالواحد السيد ب 17 بطولة اعتقد هو 16 بطولة سواء محلية أو إفريقية حصد ألقاب سواء ما بين أفضل لاعب عربي وأفضل لاعب مصري واحد من أفضل النجوم المميزة ترك بصمة كبيرة مع جماهير نادي الزمالك وجماهير الكرة المصرية لما بيتذكر اسمه حتى من جمهور النادي الأهلي يقولك كان لعيب جامد جدا وكان لعيب كبير جدا لما كمان انتقل لمجال تاني مجال الإعلام فرض نفسه بقوة وحصل على احترام كبير جدا ومصدقية كبيرة جدا من الجماهير المتابعين لي ولكن أصبح مسير لي الجدل في الفترة الأخيرة بأراءه وبانتقاداته ودخل فيه أكثر من مشكلة في الفترة الأخيرة معنا ومعاكم نجم مصر ونجم نادي الزمالك الكابتن خالد الغندور كابتن خالد برحب بيك سكرا اسلام برحب بيك ورحب كل مشاهدين قناة النهار ومشاهدينك ربنا يخليك كابتن منورنا وعمل مشاكل انت الفترة الأخيرة لا والله خالص ده انت اللي عمل مشاكل لا انا مالك وابد شغال لا يعني فيه كانت حملة ضدك شوية للفترة اللي فاتت خلينا نكلمك يعني انا عايزة تكلم بصراحة في قناة الأهلي فيه انتقادات مثلا بمشكلة بينك وبين شادي محمد في الفترة الأخيرة بعض جماهير النادي الأهلي شايفك انك انت على طول الخط ضد النادي الأهلي بتدافع او صوت نادي الزمالك اصبح باعتبارك طبعا زمالكاوي فحصل يعني انتقادات ليك في الفترة الأخيرة والله بص ده من ساعة ما بدأت الاعلام والانتقادات دي شغالة لدرجة دلوقتي ان بعض من جمهور النادي أهلي بيقول ارجع كابتن خالد محايد زي ايام دريم وون تيفي مع ان انا ايام دريم وون تيفي برضو كنت بالنسبة للجمهور النادي مش محايد خالص يعني فلكن انا بقول ان انا يعني بشتغل اعلام انا بعملش مشاكل مع حد على فكرة خالص انا بقول وجهة نظري ورأيي وللأسف البعض بيخش معايا في مشاكل مش عارف ليه هل هي بقى غيرة من المعلومات اللي واحد بيجيبها حقيقية هل هي غيرة اولاد القر الواحد لان في طبيعة المنطقة يعني نسبة للشادي مثلا شادة اسلام جاري وكان صديق ليه وكنا بنلعب خماسي مع بعض وانسان طبيعي مفيش اي مشكلة ما بيني وبينه خالص طب ايه التحول التحول ان شادي راح قناة النادي الاهلي فابتدأ كل ما نعمل حاجة يروح جايب فيديو ومعلق عليها لدرجة ان انا قعدت في البيت خمس ست شهور ما باشتغلش فبطلع ضيف في القناة مثلا اتكلم ان زمالك يعني ده نادي القرن يا عم انت هتوجع دماغنا او انت ما تروح و تجيبه مستندات انت من 14 سن ليه يا سادي؟ طب انا انا راجل بقول رأيي انت عندك قناة محترمة اللي جماهير محترمة هي جماهير نادي الاهلي عنده قاعدة شعبية كبيرة انت من حقك تقول اللي انت عايزه في قناتك بتقول المعلومة الحقيقية تتكلم زي ما انت عايز لكن ما تحجرش على رأيي ضيف ده انا مكنتش مقدم كمان ضيف يعني ضيف انا بتكلم بمنتهى الصدق ما تيجي مثلا كابتن شبير بتكلم على الوطنية مثلا انا من وجه نظري ان الوطنية هي وطنية منتخب مصر مش وطنية اندية لان لو ما بنتحكش على بعض ان كل واحد بيتمنى خسارة الفريل آخر وده طبيعي ومنطقي في عالم كرة القدم بما بين الاندية لان الاندية بينسب في النهاية البطولة للنادي وليس للمنتخبون القضية الحقيقية في الوطنية انت تتخلي الشباب الصغير يشجع بلده اكتر ما يشجع ندي هي دي الوطنية حقيقة هي دي القضية اللي احنا لازم نسيرها ما بقول لا ما فيش وطنية بطلع تشتم وانا اعلامي ايه كلام وانا اعلامي متخلف عقليا ليه اقول وجهة نظري مثلا ان اماد متعب لازم يبتدي يفكر في مستقبله في الكرة ده بيكره نفسه اقول ان جريده هيمشي والجمعة يقول لك ده مريض نفسي هو في ايه هو فيها جماعة هو احنا ما بنقول معلومة والحمد لله الحمد لله رب العالمين تقريبا تسعين او تسعة تسعين في الماء من معلوماتنا بتطلع صحيحة انتوا ليه انتوا ليه بتشتموا ما كل واحد يقول اللي هو عايزه كل واحد يتكلم زي ما هو عايز لو انت شايف ان انا بقول حاجة غلط قول انت الصح فاهم الناس الصح مالكش دعوا بزميلك وفاهم الناس الصح لكن انت ما بتيجي تقو من جماهير علي وتقول كلام غير صادق وتقول ان معلوماتي كاذبة فبالتالي من الطبيعي والمنطقي ان انا رد عليك ان انا رد عليك بمنتهى الادب وبالحترام انا عوري مبارك انا لسه سألك يعني ايه طب انت بترد يعني على شادي دي يعني الفترة الاخيرة بدأت انت بتجيب فيديوهات وبدأت انت بترد طالما انت معلوماتك صح وطالما انت شايف اللي انت بعد كده اللي بتقوله بيتحقق يعني بترد على الناس ليه ما تسيب اللي يقول يقول لا انا شخصيتي انا شخصيتي انا بقول معلومة قول انت المعلومة انت ما انت عندك اسلام كريم او انت بتقول معلومات ما بنتعرض لهجوم ماشي لا انت بتقول معلومات انا عمري جبتلك قلت لا دي معلومة اسلام غلط او كريم غلط. انا مالي. بزبط. ممكن تكون بتقول معلومة صحة ممكن تقول معلومة غلط. بزبط. انت مسؤول على معلومتك. مم. لكن انت بليه بقى بتعلق على على زمايك. يعني انت بقى دلوقتي انا بقول معلومة. مم. يا عم بقى انت معرفش ايه وانت ايه. ليه? مم. يا عم اقول انت المعلومة الصحة. لا هو هو يمكن كانت قال ان عشان خلق غندور راح نشئين الاهلي وبعد ان ماشوا. اه دي الحاجات اللي بتقول يعني انا يعني ايش? يعني بجد والله. يعني انا يعني احترامي هو انا مثلا عندي حقت فانا كنت في النشئين النادي الاهلي اه رحت الاختبارات فتقلشت ولا غير لائق. مم. فبالتالي حصلني نوع من. يا فعلا انت تم ولا لا? عمري في حياتي اكسم بلا ما رحت الاختبارات. خالص. عمري في حياتي. اه. ده هي النادي الاهلي شافني وكان عايزني. كان فا كنت انت بتلعف نادي. اه في نادي ناصر. اه. اه. وحتى كمان. نادي مدية ناصر. حتى كمان بعد ما اه اه. ما رحت اه. خفرطة للزمالك وتقلشت مرتين وبعد كذا فانت معهم بغزلافيا ورجعت. كان في نادي الزمالك. كان والفريق الاول للازمالك معانا. واحنا فريق تحت سبعتاشر سنة. شافوني الاهلي هناك في المتشاط. فيم? في معازكر. في معازكر في غزلافيا. اه. رجعوا. الاستاذ كمال حافز. انا بقول اسامة اه. استاذ كمال حافز كان في النادي. اه. عايزة يجبوني وهيدفعه مبلغ رهيب 30 ألف جليد أياميها يعني في ناشئ صغير بجانب أنه هيدوني 5000 جنيف في إيدي والحج سعيد حمزة الله يرحمه كان موجود كان سنة كم ده يا كرتين كلام ده كان سنة 87 والنازل مالك شدينه ولا مليم اخترت الزمالك اخترت الزمالك اه رغم 87 هيدوني 5000 جنيف إيدي نازل الأهلي يعني فكرة أنك أنت روحت وما يعني مستوىك ما عجبهمش فأنت زاهلته وكان نفس أنت قصا أهلاوي أبن عن جد وكان نفسك تلعب في النادي الأهلي فاتصدمت طب والله رجع يعني أقول لك ده حاجة هزهر يعني بعد كده هاسأل سؤالي يعني بص يمكن الجيل الجديد ده ما شافنيش وأنا بقلعب يعني يعني أنا مثلا يعني في لعيبة ندعب كتير في نادي الأهلي أنا غير لائق وما يفقاش هلعب في الأهلي مثلا يعني أما أخد أربع سنين أحسن لعيف في مصر وأحسن لعب صواعد وأحسن ناشئ ما يتم اختياري في الفرانس هوتبول الوحيد من مصر أفضل خمستاشر لعب في أفريقيا في سنتين وراء بعض وما يتم اختياري تاني أحسن لعب عربي في أفريقيا بعد الحمروني نجم تونس ودوقتي كل ده غير لائق ده مالوش علاقة خالص يا جماعة يعني ده نوع من المخطبط عقول الشباب السؤير جمهير نادي أهلي من خلال قناة نادي الأهلي لكن انت لازم يكون عندك الحجة وترد بمنتهى أنا ما بقول إن وقت جمعة مثلا احتمال كبير ما يكملش أنت مكانش عندك المعلومة ده استني كان عندي قبل ما تعمل معه الحديث كان عندي كان عندك ده معلومات فما تيجي softer LORD أنا في قناة النادي الأهلي فمن حق أن أنا أدافع عن قناة النادي الأهلي عن سياسة مجلس الإدارة كان قبل كده قناة الأهلي بتنتقد إن هي موضوعية وإن هي ما بتدفعش عن سياسة مجلس الإدارة وأنها لها بد أنها تكون صوت النادي الأهلي وبالتالي خبر زي دوات ممكن يعمل فتنة في الفريق أنا بقول لك وجهة النظر الناحية التانية وفتنة في النادي في توقيت كمان فريق النادي الأهلي كان بيمر فيه بتزبزب بعض الشيء في النتائج فدوات من هنا إحنا بنحاول ننفي دوات وفي نفس الوقت بنصد أي هجوم على النادي الأهلي قناة النادي الأهلي تستضيف النجوم من النادي الأهلي تتكلم على السياسيات مجلس الإدارة الفترة اللي جاية تقول الأخبار الصحيحة حتى لو في أخبار صحيحة بتصير ممكن تصير أزمة تخبيها أنا بقول لهاي لك هو دي قناة الأهلي لكن أنا كأنا أو أنت أو أي حد إعلامي يخبي لي يعني أي خبر لا أنت ما تخبيش وفي نفس الوقت يعني وانت ما تعلقش انت عندك المعلومة الحياية بس مش عايز تقولها يمكن لو قلتها هتكون ضد مصلحة النادي مثلا أو غلط ان انت تقولها في قناة النادي الأهلي ما تقولهاش بس ملكش تعوب زميلك يعني خلي زميلك يقول طب دي ألبت الخناءة شخصية مع شادي يعني خلينا أقول لك أن مثلا هو بيقول مثلا أنا في خناءة بيني وبين خالد أو مشكلة بيني وبين خالد اللي دخل بيتي أو زوجتي أنا مالي أنا قلت حاجة من دي قص يعني ده اللي بيتقاف ده أنا عمري في حياتي ما قلت حاجة كده وشادي على راسي من فوق وزوجته على راسي من فوق سيدة محترمة ما تحاولوا تجبوننا كابتن شادي يعني عشان نهدي الدنيا بس اسلام أنا عمري في حياتي ما جبت سيرة حد ولا لعدة أسر ولا عائلات ولو جبت سيرة مرة مثلا ممكن يكون كابتن شوبر زعل مني آه بالضبط مثلا لكن دي مش سيرة وهو دي مش حاجة عايب يعني يعني كابتن شوبر زوجته بتكتب حاجات على على تويتر على تويتر لا يعني إنت ما تخليك في اللي بيقوله مسلا لا مهو بص إنت بتعلق لا لها زوجة محترمة كلهم ناس محترمين وكابتن شادي نفس انا كابتن شادي زوجته محترم وناس محترمين كلهم هو أنا ما خلي زوجتي مسلا تكتب على تويتر وتشتم جمهور الاهلي او تشتم جمهور ازمالك انا مش هتحجر انا مش هتحجر انا بعلق على ده احنا لسه بنتكلم على ان انت ما تحجرش رأي حد انا في مشكلة بيني وبين حرطك في فرق بين الرأي لكن مش هتطرق الى زوجة حرطك او الى والدة حرطك او الى والدة حرطك او ابن حرطك يا اسلام هو انا اللي بطرح نفسي عالساحة يعني اما يجي زوجتي هو بتكلم على زوجتي انا تتكلم على النادي الاهلي هي زوجتي دي مش بتكلم الاف الناس هي رأيها دي واحدة طيب انا بعلق على الرأي وانت زعلان انا علق على رأي ليه وانت تعلق على رأي اللي هيرد عليك لكن ان احنا ندخل الزوجات او الكلام ده كله حتى زعل حسب ما تكلمش شادي مثلا بيقول دقيق لا انا مريش دعوة لا انا يعني انا عمري في حياتي ما دخلت الموضوع ده ومعرفش الكلام انت بتقوله طيب خليني ده ده حسب كلام اللي هو قاله يعني دي جزئه لكن في نفس قال ايه يعني قال ان ان خالد قال لناس قال لناس اللي عندك في العدد اه اصلا قلش كلام ده على الهوة لا تقريبا طيب تقريبا انا عمري في حياتي ما دخلت حاجة من زي من دي قال بالعكس معلش يا اسلام انت ما تيجي تلوم لوم الشخص يعني ينفع واحد يقول انت حكود على الهوة انت بتحكد على الاهلي انت بتخاطب مين انت كذا انت كذا انت وقل جمعة ده قدك مئة مرة وانا قلت حاجة غلط على وقل جمعة طب هو شادي بيقود حملة لنبذة لتعصب على قناة الاهلي دي كويس لو دعاك شادي انك انت تكون موجود ضيف في قناة الاهلي هتوافق مع جمهور الانادي الاهلي ومعنديش اقيا مشكلة مع شادي نفسه هو شادي مشكلته وان هو بيخاطب جمهور الاهلي بيخاطب فئة معينة من جمهور الانادي الاهلي وهو شايف ان هو بيحمي كده آآ Fremm over والنادي الاهلي مع ان شادي نفسه اما مش بيختلف مع الاهلي ومع بعض اللعيبة ايوه هو هار different ما انت اختلف طب ماشي هو ايه بقى ايه اما انا اقول خبر بقى ان وقع الجمعة Han يمشي. ايه العيب في كده. ايه ايش دخل لنواق الجمعة تاريخه اكبر من تاريخ. طيما هو الجمعة العيب كبير. والجمعة اعضل مدافع في مصر. والجمعة تاريخه كبير جدا. واكتر منه كتير كده في المنتخب. لكن في النهاية ايه علاقة خبر بان انا احسن وهو احسن وهو سيدك وتجراسك وهو احسن منك. يعني ايه ايش دخل? يعني ايش دخل? ملاش علاقة. طيب هي الفكرة في نبس التعصب. يعني دوت. نبس التعصب ده بيجي الاول من القناة النادي. اه. يعني هل التعصب هو هو بادئ من من قناة الاهلي في الاساس? لا بص. مش دفاع خالد الغندور المستمر عن نادي زمالك? يعني ايه دفاع? هو انت انت بتحسبني على ان انت بتقول معلومة حقيقية ولا بتحسبني على ايه? لا انا بقول لك. انت عمرك اسلام ممكن اسألك سؤال. فبري. انت عمرك جبت واحد هنا عندك. وقلتوله على الفكرة جمهور الزمالك كله بيقول عليك ان انت بتكرهة ال seamالك. وان ان انت اعلامي ضد النادي زمالك. وانت اعلامي ضد معة عمرك. جبت كده؟ لا. طب مش مانا بجبنا انا cakes كده. لا ان هو ده اللي بيتقال. ومن من بيقول? لا اني في بعض من الجمهور الزمالك اللي بيقول كدة? لا الاهلي. طب و جمهور الزمالك NATO. جمهور الزمالك ما بيقول على اعلاميين. مبتجيبوش الاعلميين دول لي وتقولهم نفس الكلام? لا ان الجمهور الزمالك يعني في الغالب ما بيحصلش معاه ازمة كبيرة مع اعلميين بشكل ده؟ يبقى ازا جمهور الاهلي بفترة علي بقى. او هو ديس علي. طبع او جمهور الزمالك بيقول Shang más mortal. ان هما منحازين للنادي الاهلي. وان هما ضد الزمالك. وان هما بيكرهوا الزمالك وان هما بيقعوا الزمالك من ضمنهم انت. بكلامة بجد انت بش عندك معلومة. انت عندك معلومة. لا اسلام صدق ضد الزمالك. اسلام صدق ما عرفش ايه. ده بيتقال. اه كريم بابا وبيخاف من جولاد الاهلي وما بيقولش. ده بيتقال. لكن في النهاية انا انت لتحسبني كاعلامي. انا حسبك كاعلامي. معلش. طب ما انت ما جيت قلتلي على اه حديث عمر جابر. اه حديث واقل الجمعة. ما قدرش علومك. انت راجل صحفي. انت راجل صحفي وعندك سبء. اعلامي. عملت حديث على عمر. وعملت حديث على وقت ده سبء اعلامي. لكن لكن في النهاية جمهور الاهلي ضدك. جمهور الزمالك ضدك. عشان انت قلت معلومة. بيزعله. بيزعله. فاللي يزعل يزعل. بيزعل. لو كان اللي بقوله حقيقي. لكن اللي يزعل ما يزعلش. لو كنت اللي انا بقوله كلام مغرض. يعني انا ما اتكلم على جريده. واطلع كل كلام صح. في الوقت اللي كل الناس بتشتمني. وبتقول ده الكلام انت بتقوله. اما اقول ان واقل جمعة ممكن يمشي. يطلع كل كل كلام صح. و بعد كده واقل جمعة على فكرة. وانا بقول له. ما مشيش. عشان خاطر حديثك. ده حديثك هو اللي عجل برحيل واقل. لان واقل جمعة قردي عنده مشاكل. كان عنده مشاكل مع اللعيبة. سواء عماد متعب. سواء حسام غالي. سواء رزق. سواء اكتر من اللعيب. قبل كده. يعني ده مش اول مرة يبقى. في مشكلة. انت بقى واقل جمعة يمشي. واقل ما يمشيش. دي حاجة ترجع عند الاهلي. لكن انا كاعلامي. وكا صاحب معلومة. وكا عندي مصادر. انا بقى لي يا اسلام من الفين وستة. اممكن انا وانت ابتدينا مع بعض. اكيد. صحة ولا لا في الاعلام. اممكن انا كمان ابتديت قابليها. انت ابتلي القاهرة اليوم مع عمر ادي. اه بزر. فبالتالي انت بتتكلم دوقتي في عشر سنين اعلام. ام. يعني احنا ربنا اه مصادر. اكيد. بعندنا القدرة عن احنا نقول المعلومة الصحيحة. ام. بعندنا القدرة ان احنا ما نجدبش على الناس. بعندنا خبرات. ام. الانسان بيتعلم. انا اول ما طلعت. ما كنت ازاي دلوقتي خالص. ام. الواحد بيتعلم. و و و و ما تجيش. تقول خالد غندور اصله زمالكاوي بدافع عن زمالك. وما انت لو بتتكلم. براكات اهلاوي. اسلام الشاطر اهلاوي. سيد معود اهلاوي. شوبر اهلاوي. اا سيد عبد حفيز اهلاوي. اا شادي محمد اهلاوي. هشام حنر في اهلاوي. متحة شلبي اهلاوي. سيف زاهر اهلاوي. انا انا بقول لك اا كل دول بينتموا للنادي الاهلي. ام. يعني و قلبهم مع النادي الاهلي. وما بتفرجوا علاماتش للاهلي والزمالك بيتمنوا الاهلي يكسب الزمالك. داكي زي ما انت بتفرج والزبط كده وما اتمرر على اهل وزمالك ما اتمنى الزمالك كيف سيقول اهلي ده طبيعي ومنطقي فما تعدش تحطني في رنج لأ انا بشوف كده بقى ان ده اتجاه ان خلد الغندور الاعلامي اللي بارس في الزمالك او منتمي النادي الزمالك ابن نادي الزمالك لازم طالما هو لي جمهرية والناس بتحبه وعنده مصداقية يبقى خلص عليه يبقى اطلعه حقود اطلعه ابن لازينة اطلعه معرفش ايه والتانيين دول بما يرضي باسم الله ما شاء الله كل ما يقال فيه حياد كل ما حد يتكلم فيه عشرة العشرة كل نقول ناس يعني قال الله وقال الرسول لكن خالد الغندور والغريبة والعجيبة ان كل معلوماتي بتطلع هي السليمة والمعلومات التانية هي اللي بتطلع غلط والغريبة والعجيبة ان 90% من الاعلام المصري بيشتغل 900 شغلانة يعني في اسمها حاجات تضارب مصالح للصبح ده بيشتغل في النادي وده بيشتغل في الاتحاد وده بيشتغل في الراديو وده بيشتغل في التلفزيون وعمل شركة وده عشان ده شركة اسمانت وده عنده مصالح هنا وده عندي سفر هنا وده عايز يجيب مطشاط للقناة بتاعته وده عايز يخلص مطشاط من هنا وده عايز يدفع هنا وده عايز ياخد سبوبة من هنا كله وده داخل انتخابات وده داخل انتخابات مجل الشعب وده انتخابات اتحاد الكرة فكله بيصب على كله فما تيجي بقى وقت وكل ده يعني بيطلع بيقول بسم الله ما شاء الله بيقول المعلومة الحقيقة بدون اي اغراض احنا منهزر ولا ايه بعد كده تيجي انت تحسبني انت حسبني ايه يتحسب الاعلام الوحيد اللي ما بيشتغلش شغلانا غير انه اعلامي ما بيجي يقول يجي يقولولي انت بتدخل مرتضى منصورة عندك في التليفون وبتسمح له ان هو يشتم او هو معرفش ايه اولا ست المسشار مرتضى منصور اللي هو رئيس نادي الزمالك اللي عندي علاقة معاه من سنة 92 لغاية دلوقتي اتخنقت معاه خنق الرب السماء مش هتامني ومنع كاميراتي ده السنة اللي فاتت ورجع حصل اعتذار وانتهت القصة ورجعنا نتكلم مع بعض وخلاص انا اتخنق مع ست المشار اللي دلوقتي او عملي حاجة نمرة اتنين اما انا كنت بتشتم وكان نقابة الصحفيين او نقابة الصحفيين الرياضيين عاملها مع مشكلة مع مرتضى انه شتم صحفي هم الصحفيين اما انا تشتمت وقفوا معايا لا دي ربطة نقاط يا كابتان خالد ما هو ربط اعلام لا ما فيه لا مش ربطة اعلام ربطة النقاط دي منبسقة من مجلس من مجلس نقابة الصحفيين او من نقابة الصحفيين يا اسلام فرع من فروق يا اسلام لا لا سواني بس دي جزئية هختلف معاك لا لا مش هتختلف لا اختلف ليه اقولك ليه اقولك ليه اتفاضل اقولك ليه هو انت يا نقابة الصحفيين مش اما اختلفته مع ست المستشار طلبته من الاعلامين ما يدخلوش على التلفزيون لا ودي كان قرار غرفة صناعة الاعلام ما اتطلبش غرفة صناعة الاعلام ده اتخلوا مع متحك عشان دخلوا وشو بير اما دخلوا اعتذر للصحفيين لان ده كان خرق القرار غرفة صناعة الاعلام يا اسلام طب غرفة صناعة الاعلام ما كنت انا مثلا شتمت ما وقفتش ليه معايا غرفة صناعة الاعلام ده ترجع بقى للقناة عند حررتك او لاذا كانت القناة تتابعة او منضم لغرفة صناعة الاعلام ولكن نفرق ما بين ربطة النقاط طيب خليها على جامع وما بين غرفة صناعة الاعلام خليها على جامع نرجع تاني بقى مرتضى منصول بيخش مع كابت الشو بير مرتدى منصور بيخش في النيل الرياضة مرتدى منصور لسه لا هو طبيعي ما بيدخل لا 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 لسه 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 ما بيدخل هنا مع كبسة كريم حسد شحاته لسه داخل مع سيف زهر طبيع ده رئيس نات زماني لسه داخل مع سيف زهر مرتدى منصور دخل مع كريم مرتدى منصور دخل مع سيدة الحافيزة 14 دقيقة اللي هو منتمن نادي لاهلي وكان محمود طهر كتف في اليوم السابع وقال احنا الصوت العالي والبلطجة ما بيمشيش معانا فدخل ساتو مشار رد عليه صح او لا وقال كلام جامد جدا والسيدة الحافيزة 14 دقيقة اسمع وبعد ما قفل قال احنا بنعتذر احنا بنعمل هنا هنا السؤال وقال كابتن سيف برضو قال ان هو ما اسمعوه شي 14 دقيقة مش سمعوه طب كويس لكن انا في النهاية بقولك انا بغض النظر هو انا عارف شخصية ساتو مشار شخصية ساتو مشار راجل المحترم طيب جدا حقاني لكن ما بيعرفش يتحكم في عصبيته في بعض الاحيان بيخرج عن النص في بعض الاحيان بس بيبقى حد دخل فيش مال نمرى نمرى ثلاثة هو انا كل اللي مديقني في الوسط ان سات المستشار صوته عالي او بيتلفز بألفز طب انا عندي فاسدة في الوسط الرياضي عنديش حرامية في الوسط الرياضي بس لو حرامي وشيك اتفضل حضرتك يا شوف الزوء شوف الأدب هو حرامي بس شيك لكن مرتضى منصور صوته عالي وبيخرج عن النص عيب يعني انتو ايه يعني انتو كوسط الرياضي او كجماهير كجماهير انتو ايه بعد كده تعالى للجماهير تعالى على الفيس انا جدا لسه كاتب امبارح كلام تعالى الفيس الجماهير مرتضى منصور ده بيهل ادبه بيتكلم على ما عرفش ايه بيقول الفاظ بيتكلم بالام بالجزمة ما عرفش ايه وتلاقي نفس الشباب دول باسم الله ما شاء الله شيء تيمة بالام وبالقب وبكل ما تتخيله من الفاظ سوقية وقذرة وسفلة وكل حاجة بعد كده يجي عايز يعلم رئيس نادي الزمالك يتكلم بادب وهو قليل الادب فما تيجي تتكلمهم يقولولك ايه بس ده رئيس نادي الزمالك ما ينفعش يتكلم كده احنا جمهور جمهور ايه هو السوشيال ميديا اسلام اللي بقى الصحف دلوقتي اللي بقى اتخاطب مليون واحد وبتخاطب ب2 مليون واحد وبتخاطب ب500 ألف الصفحات الزمالكوية والأهلوية والصفحات الخاصة بالنجوم صفحة كريم صفحتك صفحتي صفحة كابتن شوبير صفحة كابتن مير واتفر ما يخش واحد ويشتم ده بيشتم في البيت ولا بيشتم على الملأ قدام ملايين من الناس وبعد كده ما تروح لربنا سبحانه وتعالى وهتقول له قصد مرتضى كان رئيس نادي الزمالك فمعيه بيشتم بس انا كنت مش عادي يعني كنت عادي فاشت مراحتي يعني هو هي انت ازاي ازاي بتحاول تعلم غيرك المصل والقيم والمبادئ والمفروض يحصل وانت ولا عندك مصل ولا قيم ولا مبادئ ولا بتعرف تقول المفروض يحصل كابتن خالد يعني انت ذكرت حاجة مهمة ان فيه الاعلاميين بعضهم مثلا جغالين مليون شغلانة طب ما هو الكلام برضو من ضمن اللي تقال ان خالد غندور لو الطلب ان هو يشتغل في المنتخبات فترة من الفترات طلب ان هو يشتغل في طلب ان هو يشتغل في نادي الزمالك وانت كنت اعلامي اترشحت العضوية لجنة الكورة اترشحت المنصب مدير الكورة او مدير شؤون اللاعبين يعني انت كان عندك القابلية انك انت تشتغل لو الطلب منك نادي الزمالك اعجبتني اوه اعجبتني اوي حلو اوي لوي دي يعني لو انت على الفكرة انت طلب منك تشتغل مدير الكيه لو انت الطلب منك تبقى لو هو نشتغل هل حصل كان عندك الرغبة اولا انا وفيت على ان انت كون موجود في لجنة تعقدات ولا لا قبل ما نشتغل مع بعض لجنة التعقدات لجنة التعقدات لا انا عمري ماكن في لجنة التعقدات اترشحت لها كابتا ولا اترشحت لها ولا لجنة التسويق لا ولا لجنة التسويق هو الحاجة كان مترشح لجنة كورة لجنة كورة وما عدتش فيها وما أردتش عاوض فيها ووض simples Springs ساعتها شتامي وإضايق مني أن انا انصحبت منها لاي ما عدتش فيه انا اولا نخده بالك أنا راجل كنت نجم نادزة مالك مش عايز أقول نجم نادزة مالك لا نجم طبعا نجم نادزة مالك لجنة الكورة دي بلا مقابل يعني ما تترشح تكون في لجنة الكورة أنت بتعمل بلا مقابل وإنت لو ما قلتها تترشح مدير شؤون العبين ما كانش هيكون مقابل ده إمت مدير شؤون العبين قبل ما اشتغل إعلام أساسي ده 2005 وتأول سنة ليك في الإعلام عمري ما شتغلت مدير شؤون العبين لا ما أيوة إنت ما اشتغلتش بس كنت مترشح لي وإنت بتحذبني على مترشح أنا بقولك ما هو إنت يا إسلام أنا بكلمك أنا مش بحذبك لا أنا بكلمك بكلمك اللي بيشتغل بقاله سبع تمن سنين في أربعين شغلانة عدي تقول ليس إنت كنت لا ما هو إنت يعني هي الفكرة اللي بتقالي ما هو خالد لو لو أتيحت له الفرصة وترشح أو وأنت شايف يعني أنا بقالي تمن سنين لم تطح ليه الفرصة يعني لا ممكن إنت بيحصل خلاف مع المسؤولين ممكن إنت بيكون عندك اعتراض لا 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 ده سؤال لا يسأل بصراحة لأن إنت ما تيجي تحسبني تيجي تقول لي ما أنت بتتكلم على زميلك ما أنت اشتغلت سنة كذا من سنة كذا كنت كذا المفروض تقول كده هتيجي تقول لي طبما أي إنسان ممكن ترشح لمية ألف حاجة وكنت هتشتغل موديل للمنتخب الأوليمبي يا ما حصلتش الكلام ده وأنا بشتغل في الإعلام يا إسلام أنا مدير المنتخب الأوليمبي ده في 2005 كابتا زمير زاهر هو اللي كان مرشحني وما اشتغلتش وكابتا شوبير قال ما ينفعش يشتغل مدير الفني المنتخب الأوليمبي الكاسعية هو نائب الرئيس وما ينفعش يشتغل خليه يركز في الإعلام أحسن وكابتا شوبير كان بيشتغل هل هو ده سبب أزمتك مع شوبير لغاية دلوقتي؟ يا إسلام أنا ما بعملش أزمات أنا مش رجل حقود ولا رجل عندي ضغينة وانت معشرني وانت عارفني ولا عندي مشكلة خالص في ده ما عنديش أي مشكلة وأنا رجل عندي رضا مع نفسي ومع الآخرين ما عنديش أي مشكلة مع أحد طيب خليها نطلع ما فيش حاجة يعني بتحصل فروح أنا شاهلها بقى وقعد في قلبي كده شاهلها وقعد بقى طلع السم بقى على الناس مش وانا لازم يعني أواجهك بالأسئلة دية ده رقم واحد رقم اتنين إن شادي محمد خبر على اليوم السابع بيقود حملة لنبذ التعصب على قناة الحياة شادي أنا من على قناة الأهل سوريا أنا آسف على قناة الأهل شادي من الناس اللي أنا عرفها على المستوى الشخصي ومن الناس المحترمين جدا بس ألف به إنك أنت تقود حملة لنبذ التعصب إن ما يكونش عندك مشاكل مع بقية الناس فأنا لغاية دلوقتي والحلقة مستمرة أتمنى إنه هو يكون موجود معنا لإن في نفس الوقت أنا هدفي إن تنتهي الأزمة اللي بينه وبين خالد الغندور شادي محمد كان كابتن نادي الأهلي نفس الأمر بالنسبة لكابتن خالد الغندور أتمنى دوت هنطلع فاصل ونرجع نكمل مع بعض شكرا